بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد بصراحة أني أكون معاكم اليوم على حساب أخواننا في أبا والدنت أشكر لهم كرم للدعوة وأشكر لكم المتابعة وأتمنى أني أقدم شيء فيه في البداية أحب أعرفكم على نفسي أنا محمد آل شاية طبيب أسنان أطفال طالب لمرحلة الدكتوراه الآن في تخصص طب أسنان الأطفال في جامعة الملك عبدالعزيز في البداية أحب أشكركم مسبقا على المتابعة وأتمنى أني أقدم شيء فيه مثل ما ذكروا الأخوان في الإعلان وحاولت أني أوضحها أيضا الحديث القادم حديث القادم إن شاء الله بدلنا راح يكون مخصص لزملاء وزميلات المستقبل في طب أسنان الأطفال اللي هم طلاب وطالبة طب الأسنان طيب لو قدر لي أن أستطيع أن أسألكم وأنكم تستطيع أن تجاوبون ما هو أهم تحدي بواجهة طالب طب الأسنان مع البتيادريك بيشنت أني أسمعكم كلكم تقولون الBehaviour management وهذا الكلام صحيح وطبيب الأسنان اللي يستطيع أن يتعامل مع سلوك الطفل ويستطيع أن يدير سلوك الطفل في عيادة الأسنان بشكل صحيح يكون قطع شوت كبير في تقديم خدمة كبيرة لهذا الطفل الضيف في عيادة الأسنان فالBehaviour management هو من أهم الأشياء اللي نحتاجها طبعا قد يتسأل بعضكم الآن إيش علاقة الBehaviour management بالموضوع اللي تم الإعلان عنه أول احتكاك للمريض طب الأسنان والطفل بالعيادة غالبا أن يكون عن طريق الأشعة وكيف تعمل أشعة للمريض فأنت إذا أخذت أشعة بالشكل الصحيح للمريض وأخذتها من أول مرة أيضا بشكل صحيح كذا أنت تكون ساعة نفسك وساعة المريض في أنك تقلل حساسيته وتقلل رهبته من عيادة الأسنان فبالتالي رح يكون كلامنا اليوم عن كيفية أخذ علاج عفوا كيفية أخذ الأشعة بشكل صحيح وما هي أنواع الأشعة اللي بالعادة نستخدمها مع الأطفال في عيادة الأسنان أيضا رح نتكلم عن بعض التراصيل اللي إن شاء الله تكون مفيدة لكم أرجو لكم الفائدة ويبدأ حيث لنسألهم عن حيث لن تريد دينتالي راتيجرافات في المنزل السيطة أولا تأخذ لنفعل مطالق للنزل للأرى السيطة المطالق لنفعل مطالق المطالق إذن بالنزل لنزل السيطة مطالق لنزل لنزل لحيث لإعجاب شخص المالي أو عيز الانومياتية أو أشياء التنسيطي العاصمة. إذا كنت تشاركت أي شخص وايضا للشخص أعمالي أو أن تحرر هناك شخص في شيخ wearing ولا تريد مستقر في العاصمًا ستحتاج إلى بغشة حظة أن يجب تقوم بغشة حظة 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 حظة. لتحقق ونحن نحن لفعل محلقة لتحققك اذا كنت تقوم بمجرد مجرد مجرد لكي تقوم بأثناء مجرد أو تقوم بقرار مجرد مجرد وكي تريد ان تقوم بفعل محلقة لفعل هذا النجاح ستأخذ محلقة لفعل محلقة لفعل محلقة here is some example for these indications of X-ray we will see it now as we can see here this intraoral X-rays for the patient is taken to diagnose caries for example here also we can have caries here you will do full diagnosis through intraoral radiographs the second example يريد أن تحرق المنطقة للعبادة يريد أن ترى عظمه يريد أن تفهم إذا كان هناك أي ضد مقابلات يريد أن تقوم بحرم مجرد مجرد أو أي أيضاً مجرد 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 الثالث هنا يمكن أن ترى أن هناك قطة السلسيل تقوم بحرم مجرد مجرد هناك قطة السلسيل هناك قطة السلسيل لذلك يريد أن تقوم بحرم مجرد طيب إذا قدرني مرة أخرى أن أستطيع أن أسألكم مالذة السلسيلة لتقوم بحرم مجرد مجرد vier تقوم بحرم مجرد مجرد يريد أن يدعون مجرد 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 لك فانت أتفهم عندما يبقى بحاجة بحاجة لك? عندما يبقى بحاجة بحاجة للجميع? يقول انه تكون بعد 6 اوء لا يمكنه البحاج بالحاجة يقول انه أبقى 6 اوء لا يمكنه بحاجة لجميع القمال هذا ليس صحيح يجب أن تتوقف عدده بحاجة لقالتك يقول لن تجد انتظر على الحاجة بحاجة and then you will decide you will decide your x-ray actually in pediatric dentistry we have three categories of patients three categories of patients the first category is the child with the primary dentition we have to take an x-ray for this patient if he is a new patient according to what according to this schedule you can see here if he is a new patient we'll take the typical x-ray and posterior bite wings as a baseline x-ray for this patient then after every six months we will do recall if the patient has caries or he is at high risk if the patient has no clinical caries or not in high risk if he is if he has no clinical caries or not on a high risk we'll do it every 12 months okay so this is for the patient with primary dentition before the eruption of the first permanent molar we can see we can see here there is no panoramic x-ray so please don't take pan for the patient who has no first permanent molar if the sex is not erupted please don't prescribe for this patient pan x-ray second category of the patient or the second type it's the patient with transitional dentition what is a transition transitional dentition is the patient after eruption of the first permanent tooth but still there is primary teeth why what can we see here here we can see the panoramic x-ray we'll do panoramic x-ray for this patient we can do panoramic x-ray x-ray for this patient beside posterior in addition to parapical fuse and posterior bitwings here we'll do recall as the previous category every 6 months for the patient with clinical caries or at high risk of caries and every 12 months if there is no clinical caries or the patient is not high risk caries the third type of patient is the adolescent with permanent dentition there is no more primary teeth and before the eruption of the third molar here we can see here that the patient may need parapical x-ray posterior bitwings and panoramic x-ray as the baseline x-ray if he is a new patient with the recall we will do the posterior bitwings every 6 months if he is at high risk caries but if there is no clinical caries and he is not a high risk and he is not a high risk we will do it every 18 months please you can see here the full mouth intraoral radiographs can be taken here so if the patient with max dentition or primary dentition please don't take full mouth x-ray for this type of patient you are overdosing the patient with x-ray without any need so please don't do full mouth intraoral radiographs unless the patient has a permanent dentition it does work to mention that there is new technologies as we can say the cbct any other type of x-ray to help us to make the proper diagnosis for the patient and to minimize the dose of x-ray as least as possible for our children patient we talked about in the slide that we have before especially that the patient should be at high risk caries how can we know the patient is high risk there is a CAT tool care risk assessment tool which is established by the AAPD it will help you to determine this patient at which category if he is high or moderate or low risk caries but we can see here in this slide what type of or what are the factors which will categorize your patient according to if the patient has high level of caries if he has a history of recurrent caries if he has cariogenic bacteria existing restorations with poor quality poor oral hygiene inadequate fluoride exposure prolonged nursing bottle or breastfeeding frequent high sugar content in diet and if there is a history of history of caries in the family as well as you have to consider the developmental or acquired enamel defects if there is enamel hypoplasia or amelogenesis imperfecta or amelogenesis imperfecta or dentinogenesis imperfecta developmental acquired or acquired disability zero stomia or any one of these factors genetic abnormality of teeth multi-surface restorations if the patient is taking or having chemotherapy or radiotherapy if he has eating disorders or if he has irregular dental care and we will prescribe our radiographs according to his case to minimize the x-ray dose for our patient this will help us in management of the behavior we can control the behavior of our patient by starting well with him during taking the x-ray and prescribing the x-ray and also to do not harm for the patient to make sure the safety of the patient regarding the x-ray dose so when we want to perform the SARS-CoV-I would be and we want to perform the x-ray that the x-ray dose in this way we want to make the other hand we want to keep the patient that we can separate our patients to the patient to the same and that we can do at the same time when we take the patient then we break the patient then we will break it in the same way and we can usually and then we will break it أخر نقطة معنا اليوم في حديثنا What are the indications of prescribing an X-ray for the patient As we said, there is no specific age to take an X-ray There is no routine X-ray for every patient But there is two things There is indication to take an X-ray As we said, the purposes of taking an X-ray To make a diagnosis To monitor growth with interfacial development And to monitor your treatment And to make a follow-up for your patient In addition to that is the care's risk of the patient So there should be an indication for the X-ray What are the indications? We have a lot of indications If there is previous periodontal or endodontic treatment If the patient has a history of pain or trauma If the patient has a history or family history of dental anomalies You have to be suspicious on your patient And when you take the family history and you found something abnormal You have to make sure about your patient For example, you want to monitor the remineralization for demineralized tooth You want to make sure about that Sometimes you have periodontal disease or large or deep restorations You want to monitor this type of frustration Deep carous lesions If there is tooth in abnormal position Mal-paused tooth So you have to take an X-ray You have to take an X-ray for this type of abnormality If there is trauma The X-ray here is a must Don't tell me the patient Don't tell me the patient is young He is not cooperative You cannot do any treatment planning for the patient Traumatic patient Without an X-ray If there is unexplained tooth mobility Here you have to take an X-ray And sometimes if you are suspecting foreign bodies As we said in the traumatic patient Also if there is facial asymmetry If there is bleeding and you don't know what is the cause So you have to take an X-ray And to make sure about your patient If there is sensitivity And you cannot figure out what is the cause If there is delayed eruption Or tooth not erupted You want to make sure the tooth is present or not And to figure out what is the cause We did the things on the patient According to the indications The care is risk The follow-up X-ray We want to do follow-up X-ray for our patient How often we have to take an X-ray Follow-up for our patient There is a protocol To take the follow-up X-ray For our patient Pediatric patient We will see it in the next SNAP As we can see here The recommended follow-up radiographs for our patient If the patient from one to two years Usually there is no follow-up radiographs recommended for this type of patient Regardless of the care is risk So the patient from one to two years No follow-up X-ray No follow-up X-ray From three to five years We will categorize our patient According to the low risk and high risk If he is high risk If he is high risk We will take an X-ray every six months If he is moderate risk We will take it every six months to 12 months We may extend it to 12 months And if he is low risk We will do it every 12 to 24 months The patient But if the patient above six years Our protocol has some modification We will take low If the patient low risk We will take an X-ray from 12 to 24 months But if he is moderate or high risk We will take it every six months The only one is that if he is moderate We may extend it to 12 months also So here is the follow-up X-ray For our pediatric patient So here is the follow-up X-ray I'm going to say that 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 Because whether you want to be patient Or you don't like it Or you don't like it Or you don't like it So you will take an X-ray If you will deal with this type of patient And you will take an X-ray البيزيك اللي زي كذا بالعادة تكون underestimated وللأسف هي اللي نحتاجها أو الروتين ديلي وورك فأنت كطبيب فأنت رح تمر في في رح تمر بهذه النوعية من البروستيجورز اللي انت تحتاجها في العيادة حتى لو لم تكن مهتم بطب أسنان الأطفال انت كطالب بتكون مطلوب منك حالات الأطفال انت طبيب امتياز أيضا ممكن مطلوب منك نقاط انك تعملها انت طبيب عام وفي العيادة ممكن يمر بك أي مريض ما تقدر تقول انا ما راح أخذ لك أشعر اشياء ثانية ممكن تقول هذا ما هو مجالي ولكن الأشعر انت لازم تأخذها فكيف تعملها بالطريقة الصحيحة اللي تساعدك في انك تعمل التشخيص الصحيح وتتخذ القرار الصحيح وبنفس الوقت انك انك تساعد المريض انه يكون متعاون معك في العيادة وما تعرض لجرعة أشععه هو ما يحتاجها بحيث انك تكرر الأشععه بشكل بشكل انت ما تحتاجه او انك تعطيها من الأساس أشععه هو أساسا ما يحتاجها فنرجع ونكرر ونقول أخذ الأشعة بناء على حاجة المريض لها بناء على تصنيفنا للمريض اللي عندنا في العيادة وما هو بناء على عمر المريض أو ما هو اجراء روتيني انحنا نعملها مع كل مريض لا نصنف مرضانا وبناء على تصنيفنا خطورة التسوس عندهم وبناء على المؤشرات اللي احنا نحتاجها عشان نعمل الأشعة نعملهم الأشعة الرسالة اللي اللي أحب أكد عليها أنه رجاء ثم رجاء ثم رجاء وقللوا جراءة الأشعة للمرضى وقللوا جراءة الأشعة للمرضى بإيش بإتباع البروتوكول اللي أنا تكلمت عنه طبعا البروتوكول هذا اللي أنا تكلمت عنه والريكمونديشن هذه اللي انتشو كله كم شفتها هي ريكمونديد باي الأمريكان أكاديمي وفي بديات ركتين تستري راح أحط لكم الرابط في نهاية السنابات إن شاء الله لمن أراد اللي يطلع عنها أو قراءة المزيد وشكرا لكم أشكركم مرة ثانية أشكر وقتكم أشكر الزملاء اللي غير مهتمين في طب أسنان الأطفال وأخذوا من وقتهم وتابعوا الكلام اللي أنا قلته أشكر الزملاء في عن طب الأسنان كريم دعوتهم واستضافتهم ومنهم أتاحوا لي الفرصة هذين يتكلم معكم و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا قبل ما أنهي أبطلع من الحساب وأعيدها الأصحابة أشكر أخواني في أبا و الدينت المرة تلو المرة على كريم دعوتهم واستضافتهم شيء ثاني مستعد لكم جميعا استفساراتكم لأسئلتكم أي شيء ترغبون سواء في التخصص أو سواء في سواء زي ما قلت في التخصص أو أي استشارات معينة إن شاء الله بإذن الله التقديمات على دراسات العليا قادمة لأيام الجاية مستعد لخدمة الجميع في أي شيء أنا أستطيع أو أي شيء ممكن أفيدكم فيه وراح أطلكم حسابي في تويتر أسعد متابعتكم أسعد باستفساراتكم وأسعد بخدمتكم جميعا وألف شكر لكم أنتم أيضا